من جانبه أصدر الاتحاد الكويتي للصيادين بيانا استنكر فيه توجيه الهيئة العامة للبيئة للاتهامات للصيادين بإلقاء الأسماك غير المرغوب فيها بالبحر مما تسبب في وجود بعض الأسماك النافقة على ساحل مينة عبدالله وقال الاتحاد أن اتهام الهيئة بأن الأسماك النافقة جاءت بواسطة الصيد عن طريق الجر الخلفي غير صحيح موضحا أن صيد الربيان بالجر الخلفي لهذا الموسم ممنوع في المياه الإقليمية الكويتية وحتى إشعار آخر داعيا إلى تحر الدقة والحقيقة قبل نشر أي خبر وعدم توجيه الاتهامات للصيادين دون تقديم الإثباتات والدليل